السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور سيف الظاهرية المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للحديث عن آخر المستجدات حول فيروس كوفيد-19 السيدات والسادة لا تزال دولة الإمارات في مسارها صحيح نحو التعافي وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل بتوافق وتناغم لضمان الوصول إلى التعافي التام من الجائحة الصحية هذا النهج التي تتبع حكومة دولة الإمارات يهدف إلى تعمين حياة كريمة ومستقبل آمن لكل من يعيش على أرض الإمارات مهما كانت الظروف التي تمر بنا فإننا نثق بالرؤية الحكيمة النابعة عن الفكر النير لقيادتنا الرشيدة السيدات والسادة يواصل القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم حيث ولله الحمد وصلت نسبة الحاصلين على الجرع الأولى من إجمالي السكان إلى 98.66% في حين أن نسبة متلقي جرعتين لقاح كانت 88.57% من إجمالي السكان لحين يومنا هذا نفتخر بالمؤشرات والأرقام التي وصلنا إليها الإنجاز المحقق كان بفضل مجتمع دولة الإمارات ومدافقته باستراتيجية القطاع الصحي لضمان المناعة المجتمعية لكافة سكان الدولة السيدات والسادة نؤكد على أن القطاع الصحي في الدولة وبالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية يقوم بتقييم ودراسة الوضع الوبائي للدول التي تنتشر بها المتحورات المكتشفة حديثا كما نؤكد أيضا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ونود الإشارة إلى أهمية الحصول على الجرعات الداعمة من اللقاحات المعتمدة في الدولة وخاصة للفئة التي ترقب بالسفر في الفترة المقبلة حرصا على صحتكم وسلامتكم السيدات والسادة نعلن اليوم عن تحديث بروتوكول عودة الصلاة في المساجد والمصليات وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف يشمل البروتوكول المحدث فتح مصليات الطرق الخارجية وأماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء وننوح على كافة العاملين بالمساجد والمصليات إلى طباعة ولصق الإرشادات التوعوية في أماكن الوضوء بالإجراءات الاحترازية وبعدة لغات تتضمن العربية والإنجليزية والأردو ونعلن عن فتح أحواض الوضوء بطريقة ترك حوض مقلق بين الحوض والحوض الآخر وإعادة توفير المحارم الورقية من خلال الأجهزة الإلكترونية لتزويد المحارم لتجنب الاتصال المباشر في أماكن الوضوء والمساجد كما يتضمن البروتوكول وجوب تنظيف وتطهير وتعقيم أماكن الوضوء ودورات المياه قبل كل صلاة وبشكل دوري مع تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين إلى متر ونصف المتر ونود الإشارة إلى أنه سيتم غلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها مسبقا بالنسبة لاستخدام دورات المياه التابعة للمساجد والمصليات على الإدارة أن توفر عمال نظافة طوال الوقت كما يجب توفير أدوات التعقيم عندما خارج أماكن الوضوء وعلى جميع المصلين تعقيم اليدين بعد الوضوء هذا ويتم توفير إرشادات خاصة في أماكن الوضوء بطريقة الوضوء السلسة وخاصة المضمضة واستنشاق الماء بطريقة صحية وعلى عمال النظافة إزال الجميع الأحذية الخاصة بالوضوء أو بدورة المياه كما على عامل النظافة تنظيف وتطهير وتعقيم أماكن الوضوء ودورات المياه بعد انتهاء المصلي من الوضوء أو دورة المياه قبل استخدام المصلي الآخر ونود الإشارة إلى أن هناك عدد من الأدوار والمسؤوليات المنوطة في هذا البروتوكول من الجهات المعنية لرصد أي التجاوزات أو مخالفات من رواد المساجد والمصليات بالإضافة إلى التنسيق مع شركة النظافة وتعقيم أماكن الوضوء ودورات المياه قبل كل صلاة بإشراف ومتابعة إدارة محطات الوقود وإمامة المساجد هذا ونؤكد على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة من البلديات المحلية وغيرها لاعتماد آلية وأدوات مواد التعقيم ومواعيدها ونشير أيضا إلى قيام الأئمة وعمال النظافة بأخذ اللقاح والفحص الدوري PCR كل 14 يوم مع اعتماد تطبيق الحصن والإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى وتجنب الحضور للمسجد السيدات والسادة الدور المجتمعي خلال المرحلة الراهنة أساسي لضمان العودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة ونحن اليوم نشيد بجهود مجتمع دولة الإمارات في المرحلة الماضية ومدى التزامه بكافة القرارات الصادرة من الجهات المعنية المسؤولية تقع على عاتق الجميع وتحديدا عند الحديث عن الحفاظ على مكتسبات الدولة ومنجزاتها وما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين نهيب جمهورنا الكريم إلى أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الانفتاح التدريجي وموسم الفعاليات والاحتفالات الرسمية الحفاظ على سلامتكم وصحتكم أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة حفظ بكم الله وحفظ دولة الإمارات قيادة وشعبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته